آخر قسم في هذا الكتاب ذكر في المؤلف ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت وذكر في أن المسلم قبل أن يؤمن بالله لابد أن يكفر بجميع معبد من دون الله ولابد أن نحذر من الشيطان ونحذر بأن لا نعبد يعني لابد أن الإنسان لو إنحنا لك أن تنكر هذا الإنحنا تقول ما يمكن أن تركع لي أو تسجد لي لا أعبد أنا ما يعبد إلا الله كذلك لا يمكن لأحدث أن يدعو الناس إلى عبادة نفسي مثل فرعون نعم لا أحد يعلم الغيب كل من ادع علم الغيب علم الساعة هو كاذب وكافر كفرا أكبر لابد أن نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الله خيرا أكون جران تغني سوم جاب شكرا 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 شكرا